الرابع والعشرون من كانون الاول عام الفين وواحد وعشرين سيكون ربما يوما مميزا في تاريخ الليبيين اذ من المفترض ان يسير بهم نحو انتخابات برلمانية ورئاسية بحسب ما اعلنت الامم المتحدة ملتقى الحوار الليبي الذي بدأ في تونس الاثنين الماضي شهد نقلات نوعية لاسية محالة الانجاز التي كرستها خمسة وسبعون شخصية ليبية بتوافقها على تجديد شرعية المؤسسات هذه الشرعية كما تقول المبعوثة الاممية بالانابة الى ليبيا ستيفاني ويليامز ستحدد اختصاصات المجلس الرئاسي بعد اصلاحه وانتاج حكومة وحدة وطنية انتقالية ستكون هذه الحكومة تحت قيادة رئيس وزراء منفصل عن منصب رئيس المجلس الرئاسي يفق مؤتمر برلين ستكون مهمتها اجراء اصلاحات تمهد للانتخابات اتفاق يتوازى مع اجماع اللجنة العسكرية المشتركة الليبية على خطة لسحب المقاتلين والمرتزقة الاجانب من خطوط التماس وتثبيت اتفاقية وقف اطلاق النار وتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن وفتح الطرق بين الاقاليم الثلاثة طرابلوس وبرقى وفزان هل سقط خيار الحرب اذا في ليبيا سؤال لا تزال الاجابة صعبة عليه لكن المزاج الدولي كما يرى مراقبون اصبح مختلفا وداعما لاحلال السلام في ليبيا فضلا عن قبول المشاركين بمؤتمر تونس بعدم الترشح لأي منصب في السلطة المقبلة ويبقى نزع سلاح الاطراف الليبية وتشكيل جيشا وطني واخراج المرتزقة من البلاد هو النقطة الاساسية الرئيسة التي تثير مخاوف الليبيين الذين ينتظرون الخلاص بينما يلعب ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس دور البرلمان المؤقت الذي يمكنه ان يجتمع في اي وقت من اجل دفع مسار التسوية واذا ما نجح في ذلك فانه سيصبح امال الليبيين خلال المرحلة الدقيقة القادمة اشتركوا في القناة